ألم الانتظار يفاقم وجع الأمراض هذا هو حال مرضى السرطان وغيرهم من المصابين بأمراض خطيرة الذين يوجهون الأورام الخبيثة من جهة وتأخر مواعد العلاج التي تصل لأشهر من جهة أخرى وحين تصل يحتمل أن يكون المصاب في عداد الموتى فطول مدة الانتظار أمام ورام ينخر أجسادهم من دون توقف هو قمة المأساة والمعاناة بعض الحالات يمدنهم بحتمل ويمواطع رانديو فمساكين كما أنا أعطوني رانديو فتاعدهم في الراديو تيرابي والحمد لله يا ربي تماني دير في الدواتاعي وباش فعلينا إن شاء الله كامل المرضى تشغيل ساعة المرض والدواتاعي كل شيء يكون رابيد باش المرض ما يرش المراحل الأخرى بس كل المسكين يحكموا في المرحلة الأولى بسبب تهون بعض زمن مشاكل هذو اللي صاروا في السبيطار وقاعدة المرض يمشيلوا أمام الضغط الكبير الذي تشهده المستشفيات يأمل المواطنون في تعميم المراكز المتخصصة والتجهيزات الضرورية حتى يتسنى للمصابين بالأمراض المستعسية الضفر برعاية صحية تكبح ألمهم لازم يديروا في كل مركز يديروا هذا اللي راديو تعال الأمراض هذو همينيتي مشي ديرهم في مثلا في التزيوزو ديرهم في التزير ديرهم في اللي ديرهم في الأخر والشعب المرض هذا راح منه كسر بسكين تعال المناطق الداخلية ثم مرة ميجوا اللي غروندفيل ودفوا مكاشوين يريزيدوا ثم يرجعوا للجمعيات يرجعوا البرايزة ما تعمل يقدروا لغالب وهذا شيء يكلفهم ببلغ مالي وركتعرفوا زيما الشعب نسكين لها ولي رأي يعاني تعزيز المنظومة الصحية بهياكل استشفائية جديدة وأخرى متخصصة في مكافحة الأمراض الخبيثة وحده الكفيل بامتصاص الضغط عن المستشفيات وتقديم رعاية صحية علها تستأصل معاناة المرضى قبل فوات الأوان